السلام عليكم اشخباركم اليوم ما بغيت نشارك معاكم واحد الكيك بالحامض والباف هاد الكيك اه يعني واخر نبقى نشكر ما غديش نوفي حقو كيك بنين 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 روعة ما ضاق ولا في الخيال كيجي وعر حطروه والضيوف ديالكم ولليلكم نيت انتو مع الولداتكم كيجي خطير 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 هاد الكيك انتو ما شوفوا تبارك الله كيفاش كيفاش من الداخل مهوي ورطب ومن على برا كيجيك حقو كيجي رائع 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 انا من النهار جربته واللي تمد من علي انا من داشته بالنسبة لهاد الكيك غدي نحتاجه مئة وتمانين قرام انا استعملت فقط مئة وعشرين قرام ديال السكار بغيتو تزيدو زيدو مئة وخمسين قرام مزيانة حتى مئة وتمانين قرام بالنسبة الناس اللي ما عنده مش موشكيه مع سكار او الحلاوه انا فقط كتافيت 120 جرام جاني هو هاداك في الحلاوه قدرت معاه قشرة حامضة كتاخدوا حامضة تكون شوية كبيرة وكتعصروها كتحتفظوا بالعاصر ديالها والقشرة كتديروها مع السكار هادشي كامل في البول في البول ديال مولينكس كتزيدو عليه 200 جرام ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ وتزيدو ربعات البيضات انا هادشي اجد نسو في التاهمو ميكس ممكن تديروه اما في مولينكس في الكاس ديال مولينكس او لا تطربوه تطرب الكهربائي من بعد ضفت 200 جرام ديال لا عفوا من بعد ضفت ربعات البيضات سمحولي غدي نكتب لكم المقادير كاملة في صندوق الوصف من بعد الزبدة سكار وقشرة حامضة والزبدة اللي بحرارة المطبخ زيت اربعات البيضات وزيت اتشي كامل غنطحنه في خطرة وزيت ميتين جرام ديال الطحين وخمسين جرام ديال البافو والعصير ديال الحامضة وشوية الملحة انا الفيديو سابقني ولكن اخلي لكم المقادير مكتوبة شوية الملحة باش نقدو الضوء وصف هاتشي اللي كين هاتشي اللي كين وجوج خمارات يا ربي جوج خمارات كان طربو مزيان هاتشي حتى كي احتكي احتكي كي ضعف الحجم ديال الخالد ديالنا وكي عقد وكن نصبوف مول هكا طويلة ولا مربع ولا ضاير كيدك شي كي بقى لكم انتوما الاختيار سافيو كندخلو الفرن على 180 درجة شوفو معايا الشكل نهائي كيجي ولا اروع كيجي خطير هاد الكيك هذا غيجربو على حسابي بالنسبة للغلاساج كناخدو واحد الثلاثة او الاربعات المعال الكبار ديال السكار غلاسي وكنديرو معهم شوية ديال العاصر الحامض حتى كنحصلو على هاد لا تكستير ولكن كيبقى لكم انتوما يعني الى بغيتو ها الغلاساج بغيتو خفيف غدا تديرو بحالي بغيتو شوية تقيل غادي تخليو تقيل يعني ذاك شي كيبقى لكم انتوما الاختيار الى بغيتو انا حتى بغيتو خفيف على قبل السكار اه صافي هاد شي اللي كاين ومن بعد ما كتخلطوه مزيان 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 غيب المعالقة بحال هكا حتى كيدو بدك سكار غلاسي كتحصلو على هاد هاد الخالط هذا انا بغيتو خفيف اه الى بغيتو يعني جيباين غلاساج ابيض فوق الكيك كتخليو شي شوية تقيل صافي وكنس قيبه الكيك من الفوق وهدي النتيجة كيجي رو عاد الكيك هذا جربوه على حسابي كيجي خطير خصوصا الناس اللي تيعشقوا الحمض بحالي راه كيجي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة